موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم شنو بلكم نحضروا شهيوة من شهيوة ترفيعة غدي تكون عبارة على فخط ديال الدجاج غدي نرفقوهم بتغميرة ديالهم او اللبسوس ديالهم اللي كاتجي حلوة ومالحة ويمشي معهم الكسكسو على شكل السفة ستشاهدون معي الطريقة التقديم جميلة بزاف كيمكن لكم على فكرة تستعملوا الدجاج او كوكلي بحسب اللي متوفر عندكم بالنسبة للمكونات والطريقة التحضير بساطة بزاف اللهم كنأخذوا الوقت اننا نرتبوا الدجاج على تساعة يعني تقريبا 1-24 ساعة من قبل الحالة بيلا غنوجده اليوم ونرتبوا بالليل باش يلاكي تشرب ذاك العناصر ديال تتبيلة اللي كندروا معاه ويجينا لديد هذا الشيء يعني سواء نستعملنا الدجاج اللي هو رومي او لدجاج بلدي كيبقى المبدأ نفسه كل مكان الدجاج متشبع ومرقد في ذاك تتبيلة اللي غادي طيب فيها كل مكان يجيل ديد وكتجيل بنا دياله داخل ذاك العطرية كاملة داخل ذاك حتلع ضمقعت قريبا نقدر نقوله غادي نحتاجوا لتومة هذه تتبيلة ديال تتجاج غادي فيها تومة شوية ديال السمن رس ديال المعلقة ديال رس الحانوت رس الحانوت ماشي نساخن وانما رس الحانوت اللي كيمشي مع الاكل اللي كيكون حلو ومالح شوية ديال مسكحورة ندكوها مع شوية ديال السكار او مع شوية الملحة بحسب اللي بغيتي وغدين ندير العطرية فيها الخرقوم هي نفس المقادير اللي غادي نستعملوا مع الدجاج هي نفسها اللي غادي نطيب بها الدغميرة ديالت الجاج الخرقوم شوية ديالسكين جبير والبزار انا غادي نستعمل البزار البيض كيمكن لكم تديروا مزيج ما بين البزار البيض والبزار الكحالي يكون نصب النصب غادي نزيد شوية ديال الملحة زويتة نخلط هذه المقادير هادو مزيجا غادي ندلك بيهم الفخاد ديالتجاج من الداخل نحوهم نعمرهم مزيجا بها تتبيلة هادي كيف ما قلت في البداية ديال الحلقة ها اما كنستعملوا الفخاد ديالتجاج الى مكان شيء كيمكن لكم ديروا ديكوكلي ولكن انا بينكم احسن هما ينفخاد ديالتجاج ها احسن في الماكلة وسهلين كدلك وجميلين حتى في التقديم ديالتجاج ها واشر ملنا ها بدك تتبيلة اللي درنا له غادي نخليه نغطيه ونخليه في تلاجة كيف ما قلت لكم ونأكد عليها من الاحسن تديروا هاد العملية هادي واحد اربعة وعشرين ساعة من قبل باش يالله كي يجي ديالتجاج لديد ويجي بنين غادي نوجدوه السوس فاش غادي طيب شنو غادي نديروا فيها غادي نديروا الزيت شوية زيت غادي نديروه شوية ديت السمن البصلة البصلة بيضاء هادي عندي فبتالي تدوب وكتجي مع السلا كتجي بنينة بزاف تكون شوية بزايد لانه هادي 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 الدوب مايبقالينا شايفيها بزاف باش يالله كتلقى ديك لصوس او لدغميرا باش غادي نرفقوه سفادي الكسكسو غادي نزيد شوية ديت السومة مليحة نغطي على طنجرة نخلي ديك لبصلة هكذا تهبط على دماء قطعنا الرباع من بعد كنزيد العطرية نفس العطرية اللي استعملت مع الدجاج غير وكان كي يكون زايد عليها القرفة وما كان كنش دير راس الحانوت راس الحانوت كنزيده غير مع الدجاج اذا غادي نحيدوه راس الحانوت ونخليه سكين جبير البزار شوية ديت الخرقوم وبطبيعة الحال ممكن تتكلموا على الحلو المالح سعى فران شعراء سوف يكون في القرفة على دماء قلة هذه البصلة كيفما قلت لكم نزيد العطرية ونزيد الربيع ونزيد الدجاج سوف يكون نحضر سوف يكون نحضر ومتبعوه لكي نحضر ثم تحضر نحضر فران لكي نحضر لكي نحضر بعد نسبة الكسكس نأخذ الكسكس كيفما اتحضر قبل ان نحلوه قبل ان نضيفه في المون اللي هو عبارة عن زلافة سوف نزلوها في قلب التبصيف سوف تشوفوا معي طريقة جميلة جميلة في نسبة الى الخليطة او الكريمة التي سينضهن بها الكسكسو كان عندي زبدة شوية سكر غلاس شوية السمن سوف نضغط اللوز مطحون سوف نحلل بها الكسكسو كما قلت سوف يرفق لنا الدجاج والدغميرة الخلطة التي نحضره بالزبدة مع السمن اللوز مطحون و شوية السكار المترجمات يمكننا أن نفعلها رائعة دائما في جميع الأنواع السفة سوف نحلل بها الكسكسو نخلطه جيدا حتى تقريبا تكون اللون الكسكسو سوف يدعم ماء للقهوة لأنه يتشرب و يتلبس بهذا الخلطة تلوز مع الزبدة والسمن نأخذ زلافة سوف تكون مدهونة نضغطها جيدا و نقلبها في طبق التقديم لانه يستطيع أن نحضر نضغطها اضغطها و نقلبها يتضغطها و نضغطها الفخد نضغطها و نضغطها 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 لتنظر و لنقلبها و نضغطها و نصف و تأتي المنظر شميل وصلنا بهكذا النهاية ديال الحلقة شهية طيبة إلى اللقاء